مايا بمرحلة الغناء بلشنا بدي يفوت على مرحلة مهمة كتير بحياتيك مرحلة زيادة الرحبانة هيدا من أهم المحطات بحياة أي إنسان بتعمل مع زيادة صح؟ أكيد تنبدأ من هون أكيد بتحسي إنه بتقولي أنا صرت بأمان صار اسم زيادة الرحبانة بتاريخي فخر مقتنع بهيدي الشغل يعني فهمة أهمية توان لأ أنا فهمة أهمية زيادة الرحبانة بحياة كل لبنانة بتاريخ لبنان زيادة حفر ولا يزال عم يحفر بتاريخ فن لبنان ما في شك زيادة هو الهيرتج الإرث الرحبانة اللي قدر كمان هو يبصم فوق بصمة الأخوان الرحبانة بصمة هالأد كبيرة بالفن اللبنانة وين تعاونك أنتو زياد؟ شفنا تعاونتو ولكن معقولة يكون في تعاون سوا ويوقف ما نفهم ليه مع العلم أنه سمعنا أنه في أغاني صح في أغاني تسجليت صح في أغاني يعني حقوق حتى موجودة حقوق المادية وحقوق المعنوية وكل شيء وينون؟ أنا من ميلتي الحقوق مكتملة شو يعني؟ صار دفعه؟ دفعه؟ دفعتي مدياً ووجبتي كاملة تجاه زيادة الرحبانة معمولة رح لك الحقيقة صار في موقف غريب تعرضت له من العائلة الرحبانية تجاهه أي فرع؟ فرع فرع الرابية فرع يعني أنه غنيت أنا بكونسير لليوم الأربعين لذكرى انفجار بيروت وهذا شيء بالبترون كان بالبترون صحيح وهذا شيء أثر سلما على علاقتي بمين؟ بالسيدة فيروز وبأولادة زياد ورمى نعم أنا بلاقي شيء شو أسس شراحة ما قاله معنا يعني اللي صار شيء إله علاقة بالقضاء حتى يعني أنا تبلغت دعوة دعوة قضائية فجأة دوري هيدا الشيء وقف التعامل بيني وبين زياد هو وقفه يعني بقلك شيء وقف الشعور شو يعني فسري غنيت أنا وجياد ديو اسمه وقفنا الشعور ديو عاملين ديو وقف الشعور نعم مسجل مسجل وخالص وخالص وينه بجرور كنت قاعدة حده بحلقة بحلقة صورتيا كنت قاعدة حد ديو أنت على الميكسر مع هادي شرارة صحيح لو قلتي لي قبل كنت فاست وطلعت على الهوى دير وكن رفع علي دعوة كان طالب منه أنه هو يكون عم يشتغل علي لهيدا ديو وفيه أغاني أخرى تسجلت بستوديو كم غنية عملت مع زياد نحنا عنا خمس أغاني رادي وكان فيه بعض وحدة ألبوم كامل صحيح هذا ألبوم لا زياد ما توصلتي معه أنتو أصحاب أنا ما عندي محبة لزياد أنا عندي عشق لحيد القامة الفنية اللبنانية اللي أنا بفتخر بقربة لألوها